وللمزيد ينضم إليها من موسكو الأكاديمي والبحث السياسي رامي القليوبي سيد رامي مرحبا بك معنا سأعود بك وأركز معك على حادثات ماكيفك التي لا تزال تتفاعل وصدها كبير حتى في داخل روسيا وفي داخل موسكو ما بين المؤيدين لهذه العملية وما بين المعلقين والمحللين العسكريين برأيك من يتحمل مسؤولية هذا الهجوم اللي يعتبر الأكثر دموية في حادث واحد منذ انطلاق هذه العملية في فبراير من العام الماضي وهل ما تحدثت عنه وزارة الدفاع كعذر استخدام غير قانوني للهواتف المحمولة من قبل المجندين هل هو عذر مقبول؟ بالفعل هذه الحادثة سقوط نحو تسعين قتلا في هجوم بصواري هايمرس الأمريكية على بناء المعهد الفني في مكيفك أثرت صدا وغضبا كبيرين في روسيا وبين أنصار السلطة وأنصار العملية العسكرية قبل معرضيها وهذا دفع بوزارة الدفاع إلى التعامل معها بقدر كبير من الشفافية لأنه في أغلب الأحيان وزارة الدفاع لا تذكر عدد الدحايا في الكوات الروسية على وجه الدقة لأن هذه مسألة حساسة للغاية للرأي العام الداخلي ولكن هذه المرة ذكرت الرقم 63 قتيلا ثم 89 ووعدت بمسألة المتسببين وهذا هو البيان الأول من نوهي حين تعلن وزارة الدفاع عن إجراء تحقيق داخلي وتهديد من تسبب في هذه الفاجعة ولكن أستاذ رامي هل هذه التحقيقات ستكون شفتات؟ خاصة أن الأصوات وأعتمد ليس على الأصوات الغربية لأن لدينا وزارة الدفاع البريطانية على سبيل المثال تقول أن هذا يدل على عدم مهنية الجيش الروسي لكن حتى الأصوات في داخل موسكو تقول أن وزارة الدفاع الروسية ستحاول إلقاء اللوم على الجانب الأضعف وهم المسؤولين المحليين أو حتى الأفراد الذين يتم تعبئتهم وحجدهم من ذوي الخبرة بينما أغلب الانتقادات توجه إلى القيادات العسكرية الروسية من الطراز الرفيع والطراز الكبير هل سيصل المستوى لهذا الأمر خاصة بالنظر لفداحة وربما للهجوم الكبير بهذا الشكل الذي يتفاعل وتتفاعل أصداؤه داخل موسكو بالفعل وزارة الدفاع الروسية لا تعرف بدرجة علي من العلانية ولذلك هناك مخاوف كبيرة بين مؤيدي العملية العسكرية قبل معرضيها أن يتم التسطر على هذه الواقعة وهناك قنوات لأنصار الحرب على تطبيق تيليجرام وتيليجرام هو فعاليا هو الشبكة الاجتماعية الوحيدة التي لا تغضع لأي ركابة لا روسية ولا غربية على عكس فيسبوك ويوتيوب وهناك مخاوف كبيرة يعرفون المستخدمون عنها أن يتم في نهاية المطاف القاء اللوم على أجهزة المحمول التي تمت استخدامها بواسطة الجانب الأوكراني لشن ضربة وهذا طبعا يندرج ضمن السخرية المرة ولكنه يعكس المزاج العام والمخاوف من أن تمر الواقع مرور الكرام دون أن تتم معقبة أحد وما هو أخطر من ذلك أن هذا سيتيح تكرارها إذا لم يتم استخلاص الدروس استخلاص الدروس ولكن أي دروس خاصة أنه دائما في إطار الانتقادات البعض يشير إلى مسألة أنه هناك سجل لدى الجيش الروسي ليس فقط في أوكرانيا ولكن بشكل عام على تخزين الذخيرة غير الآمنة بالقرب من مقرات سكن الجنود والمجندين هذه أصوات أيضا داخل روسيا لماذا يستمر وضع هؤلاء في الفنادق وبيوت شباب والمدارس المهنية قرب الذخيرة برأيك هل سيكون هناك تبعات من القيادة الروسية بحق قيادة كبرى في الجيش الروسي ما بعد أو في إطار تداعيات هذا الهجوم في مكيفك يعني الدروس الواجب استقلاصه والجاري حديث عنها هو ضرورة تجنب تركيز هذا العدد من العسكريين على مساحة ضيقة وحفظ الزخيرة بعيدا عن الأفراد وكذلك ضرورة تغيير الاستراتيجيات على أعلى مستوى في هرم وزارة الدفاع لأن مثلا صحيح كانت هناك تعليمات وحتى منع باستهدام الهواتف الذكية ولكنه كان يتم استماح باستهدام الهواتف المحمول التقليدية ذات الزر فهذا هو سؤال أيضا هل يسمح باستهدامها في مناطق القتال وإذا كان غير مسموح فمن يتولى الرقابة على ذلك نعم شكرا جزيلا لك الأكاديمي وباحث السياسي رامي القليوبي شكرا جزيلا لك